بمشاركة من رائدات في مجال الإعلام الرقمي على مستوى الوطن العربي أعقد بولاية صلالة ملتقى ريادة المرأة في الإعلام الرقمي الذي تضمن جلسات حوارية حول بناء الهوية وتمكين المرأة باستخدام أدوات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي المرأة في عمان تمكنت في العديد من الأعمال وكذلك المرأة الخليجية والمرأة العربية لكننا هنا نلقي الضوء على بعض الأعمال التي يجب أن يكون هناك تمكين للمرأة إذ أن المرأة أصبحت نصف المجتمع وتمتاز بالعديد من التحديات المعاصرة إذ أن هناك تخصصات علمية كثيرة ظهرت على السطح مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومجالات الكيمياء الحيوية وغيرها وبالتالي أصبح وجود المرأة في هذه التخصصات العلمية مهم جدا كونه جزء لا يتجزى من التنمية الوطنية كما تطرقت جلسات الملتقى إلى أدوار المرأة في تعزيز قيم الأبناء في مواجهة الأفكار الدخيلة التي تروج لها بعض منصات الإعلام الرقمي وأهمية أن يكون للمرأة دور في نشر القيم والمبادئ الأصيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي قدمت اليوم كلمتي حول وسائل التواصل الاجتماعي كفرصة لصناعة الأمل ولفتح أبواب الفكر وكيف أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم إيجابياتها فهي تمثل سلطة وتمكن المرأة من كثير من الأشياء لكن هي في نفس الوقت لديها عقبات وكل ما تعرفنا على العقبات كل ما قدرنا أن نفتح باب الأمل وباب الفكر أتمنى أن مركز الإعلاميات العربيات يكون له فرع في سلطنة أمان أسوة في الدول العربية الأخرى طبعا المركز احتفلنا قبل فترة بمرور 25 سنة على تأسيسه يحتم المركز بتدريب الأعلاميات والأعلاميين كل سنة مناقد مؤتمر للأعلاميات العربية كما استعرض الملتقى تجارب نسائية في مجال ريادة الأعمال خاصة المتعلقة بمشاريع المرأة الريفية واختتم بالتأكيد على أهمية إيجاد برامج تدريب منتظمة للمرأة العربية في كافة جوانب التنمية المستدامة يأتي ملتقى ريادة المرأة في عالم الإعلام الرقمي للتعريف بأهمية المرأة ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إبرازها شريف بن سعيد بيت تليم ولاية صلالة محافظة ضفار